موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة الحياة التي عنونت القهقها تحمي القلب في دراسة قام بها باحثون من جامعة ميرلند الأمريكية تبين أن الضحك هو أفضل وسيلة لضمان قلب قوي وأن الأشخاص الذين يضحكون كثيرا وبصوت مرتفع هم أقل عرض للإصابة بالأمراض القلبية مقارنة بغيرهم من الأشخاص الذين لا يضحكون ولا يملكون روح الفكهة صحيفة اليوم السابع المصري عنونت الاعتقاد بأنك أقل نشاطا يقصر عمرك ويعرضك للموت تحذر دراسة طبية من سيطرة الاعتقاد بكونك غير نشيط مشير إلى أن ذلك من شأنه أن يزيد من خطر الوفاة في سن مبكرة وقال الباحثون أنه إلى جانب النشاط البدني من المهم أيضا أن يشعر الناس بالرضى عن الأنشطة التي يقومون بها كل يوم وإلى صحيفة راي الكويتية التي عنونت دراسة التوقف عن تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول قد يكون قاتلا تشير دراسة جديدة إلى أن توقف عن تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول بسبب آلام في العضلات أو في المعدة يمكن أن يمثل خطرا على المدى الطويل فقد توصل باحثون إلى أن المرضى الذين يتوقفون عن تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول بسبب أعراض جانبية تزيد لديهم على الأرجح نسبة الوفاة أو الإصابة بأزمة قلبية أو التعرض لجلطة على مدار السنوات الأربع التالية وإلى صحيفة الغد الأردنية التي عنونت الشعور بالندم قد يساعد الأطفال على اتخاذ قرارات أفضل كشفت دراسة عن أن الشعور بالندم له دور مهم في مساعدة الأطفال على اتخاذ قرارات أفضل وأجريت الدراسة على عينة بحثية من 326 من أطفال المدارس في أرلندا الشمالية وخلصت إلى أنه بدءا من سن السادسة قد يشعر بعض الأطفال بالندم لكن هؤلاء الذين ينتبه ماذا الشعور يتميزون بقدرة أكبر على اتخاذ القرارات السليمة وأخيرا صحيفة القبس الكويتية عن وناس اليوم النوم على الظهر يخفف التجاعيد قال أخصائيون إن النوم على الظهر من شأنه أن يحول دون تشكل تجاعيد الوجه وألام الرقب والظهر وأشار الأخصائيون إلى أن وضعية النوم لدى معظم الأشخاص تتغير من 15 إلى 20 مرة طيلة الليل وبالتالي لا ينبغي الإصرار على النوم في وضعية ثابتة مؤكدين أن الوضعية الأفضل للنوم هي الاستلقاء على الظهر فهي تساهم في الاسترخاء وراحة الجسم المنهك طيلة اليوم ترجمة نانسي قنقر